سمعنا هذه الأصوات المتنوعة يمكن لم نسمعها في السياسة لكن سمعناها في الاقتصاد في المؤتمر الاقتصادي ايه الفرق؟ لا اعتقد ان انا برضو حضرت المؤتمر الاقتصادي وكانت مبادرة ايضا جيدة انما اعتقد ان التنوع في الحوار الوطني اوسع بكثير اضافة لذلك ان الاقتصاد بيناقش مش بس لان عندنا ازمة اهانية في الوقت الحالي وانما لانه الزيت الاقتصاد في المدى الزمن الطويل شوية فيه فرق ان انا عندي يبقى عندي مشكلة في التوازنات الكلية وعجز الموازنة والضغط على الجنيه والانفاق والدين العام ده كلها مشاكل بتتعلق بالتوازن الكل انما ما بيتمش اوي مناشة القطاعات معينة الصناعة والزراعة والسياحة او فكرة الانتاجية او فكرة عدالة التوزيع مش الحماية الاجتماعية يعني الحوار او اللجان المختلفة في الحوار الوطني اوسع بكثير التغطية بتاعتها اوسع بكثير مما تم في المؤتمر الاقتصاد هل انتو بتتكلموا عن الازمة الراهنة ولا بتتكلموا زي محرك بتقول عن لانه بامانة شديدة بالنسبة للازمة القصيرة الاجل يعني اللي احنا فيها طبعا تم تناولها في المؤتمر الاقتصادي وكان فيه تصور لطرحها بس يا ترى هو ده التصور الوحيد مش بالضرورة وقد يكون هناك تصورات اخرى بالاضافة لكده انت مش بس عايزة تقلقي انك تحلي مشكلتك اليومين دول وبعدين تقلقي على الباقي بعدين لو قلقتي عليه لا يعني مش عايزة اقول ان الحكومة بتعملش بعض الحاجات المتعلقة بالسزمهار والقطاعات المختلفة بيعملوا بس قد يكون هناك رؤى اخرى هل هناك بدائل انه كتير بنحس ان السكة مقفولة وما فيش بدائل هل هناك بدائل في السياسات الاقتصادية انا رأي انه هناك بدائل وكثيرة وعلى كل المستويات هناك بدائل وكثيرة وعلى كل المستويات هل الحكومة مستعدة تسمع انا اعتقد ان السيد رئيس الوزراء عبر عن رأيه وقال انهم بيتابعوا وعلى كل حال احنا ما نشتغلش انا قلت في الكلمة الافتتاحية في الحوار الوطني ان شغلتنا ما احناش نقيم الحكومة صحيح وده كان متعمد يقول ده لان فعلا لا احنا مش قلينا حتى على هذه الحكومة الحكومة دي ولا اللي قابليها ولا اللي قابليها ولا اللي قابليها الهم الحقيقي وراء كل الحوارات اللي بتتم في الحوار الوطني هي الشأن الاقتصادي في الحالة المصرية وإزاي ننهض بهذا الاقتصاد في المستقبل أي حد عنده وجهة نظر تستحق الطرح والتمحيص ووجهة نظر ووجهة نظر بديلة ونشوف من خلال الحوار ممكن نصل لإيه